اشتركوا في القناة اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والوصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة التاسعة وهي قوله العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد وهذه القاعدة من القواعد الجزئية التي تتفرع عن قاعدة كلية أعظم منها وهي العادة محكمة والعادة محكمة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يندرج تحتها جمهور مسائل الفقه الإسلامي وهي الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة والضرر يزال فهذه القواعد الخمس يرجع إليها جمهور مسائل الفقه الإسلامي وقوله العرف والعادة العرف هو ما اعتاده جمهور قوم في قول أو فعل فإذا اعتاد أكثر الناس على قول أو على فعل فإن ذلك يكون معروفا عندهم ولهذا سمي عرفا وهل العرف والعادة بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا صنيع المصنف رحمه الله في قوله العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع يدل على أنه يرى أن العرف والعادة معناهما واحد لأنه جعل الضمير لهما واحدا في قوله يرجع إليه ولم يقل يرجع إليهما فدل ذلك على أنه يرى أنهما بمعنى واحد وبعض العلماء يقول العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية فأي شيء يتكرر من غير أن يكون بين الأمرين المتكررين علاقة عقلية وإنما يتكرران بحسب العادة فيسمى ذلك عادة وأكثر أهل العلم يطلقون العرفة والعادة على معنى واحد ويجعلونهما من الألفاظ المترادفة والله سبحانه وتعالى لأرجع الناس إلى العرف في مسائل كثيرة وجعله ضابطا لما لم يرد فيه لما لم يرد في ضبطه دليل من الكتاب أو السنة فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فإن كان ورد له ضابط في الكتاب والسنة فإنه يعمل بهذا الضابط بهذا الضابط الشرعي وإن لم يوجد له ضابط شرعي فإنه يرجع في ضبطه إلى ما تعارف الناس عليه فمثال فمثال ما ورد ضبطه في الشرع ويرجع له فيه الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى فسر الإيمان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذلك الصلاة فإن حدها ورد في الشرع وكذلك الزكاة فقد ورد حدها شرعا لأن أنصباءها محدودة شرعا ومقاديرها التي تخرج منها محدودة شرعا وكذلك الصيام محدود بزمان وهذا الحد ثابت بالشرع وكذلك الحج محدود بزمان ومكان وكذلك الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لذكرك لأخاك بما يكره وهكذا في سائر ما ورد لتحديده في الشرع لكن إذا لم يحده الشرع فنرجع إلى حده في العرف ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأمر بالإحسان وإذا رجعنا إلى أدلة الكتاب والسنة لا نجد أن هناك نصا يقول الإحسان إلى الناس معناه كذا فيرجع في تعريف في معنى الإحسان إلى ما تعارف الناس على أنه يكون إحسانا أما الإحسان بالنسبة لعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا ورد حده في الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لكن الإحسان إلى الناس كما في قوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالمرجع في حده إلى ما تعارف الناس على أنه يكون إحسانا وكذلك الحرز وهو المكان الذي يحفظ فيه لا أشيء فإن ألفقها ذكروا لأن السارق لا يجب لقطع يده إلا إذا أخذ المال من حرزه فما ضابط هذا الحرز إذا رجعنا إلى أدلة الكتاب والسنة لا نجد أن هناك لحدا له وبناء على هذا فإنه يرجع للعرف فما تعارف الناس على أنه يكون حرزا للمال فإنه يكون حرزا ولهذا ذكر الفقهاء أن الحرز يختلف باختلاف الأموال فحرز الذهب مثلا يختلف عن حرز الغنم وهكذا في سائر الأموال فإن أحرازها مختلفة بحسب ما تعارف الناس على أنه يكون حرزا لها وكذلك التعدي والتفريط فإن الإنسان لا يضمن شيئا إذا أتلفه إلا إذا تعد بأن فعل ما يحرم عليه أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فما ضابط التعدي ولا التفريط إذا نظرنا في أدلة الكتاب والسنة لا نجد أن لهما حدا منصوصا عليه وبناء على هذا فإنه يرجع إلى الحد العرفي فما تعارف الناس على أنه يكون تعديا فهو تعد وما تعارف الناس على أنه يكون تفريطا فهو تفريط وهكذا في سائر الأشياء التي لم يرد في حدها أو تفسيرها لدليل من الكتاب والسنة فإنه يرجع في ذلك إلى العرف والرجوع إلى العرف ضبطه العلماء بضوابط في غاية الأهمية إذا لم تتحقق هذه الضوابط فإنه لا يجوز العمل بالعرف فأول هذه الضوابط هو أن يكون العرف مضطردا أو غالبا وقولهم مضطردا أي أن يكون مستمرا في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة أو أن يكون غالبا ولهذا يقول الفقهاء العادة تعتبر إذا اضطردت أو غلبت ومعنى هذا أن الشيء إذا كان حصوله يسيرا أو كان حصوله مساويا لعدم حصوله فإنه لا يعتبر عرفا ومن هذا نفهم أن الصور أربع الصورة الأولى أن تضطرد العادة بمعنى أنها توجد باستمرار الصورة الثانية أن تكون العادة غالبة الصورة الثالثة أن يكون وجود الشيء مساويا لعدم وجوده الصورة الرابعة أن يكون وجوده قليلا فهذه الأربع صور فالصورتان الأوليان معتبرتان في كون الشيء عرفا لا يكون الشيء معتبرا إلا إذا اضطرد أو غلب أما إذا لم يغلب بأن كان وجوده مساويا لعدم وجوده أو كان وجوده قليلا فإنه لا يعتبر حينئذ عرفا تعلق وتناط به الأحكام هذا الظابط الأول الظابط الثاني أن يكون وجود العرف مقارنا لزمان وجود التصرف أي وجود الألف عل كالبيع أو الإجارة أو النفقة أو النكاح أو نحو ذلك فلا لابد أن يكون مقارنا له أو سابقا عليه وهو مستمر فلا بد أن يكون العرف مقارنا أما إذا كان العرف طارئا أي حادثا بعد التصرف فإنه لا يكون معتبرا ولهذا يقول الفقهاء لا عبرة بالعرف الطارئ لا عبرة بالعرف الطارئ ومثال ذلك لو أن الناس كانوا في بلد من البلدان يتعارفون على أن المهر يدفع كله في وقت العقد عند العقد على المرأة ثم بعد ذلك تعارف الناس على أن في هذا البلد على أن المهر يدفع بعضه عند العقد ويدفع بعضه عند الفراق عند الطلاق فعقد إنسان وعرف الناس على أن المهر يدفع كله عند العقد لكنه فالمعتبر حينئذ هو العرف الذي عند العقد أما العرف الطارئ بعد العقد فإنه لا يكون معتبرا لأنه لا عبرة بالعرف الطارئ بعد التصرف هذا هذا هو الضابط الثاني الضابط الثالث ألا يخالف العرف دليلا شرعيا فإن خالف دليلا شرعيا فإنه لا يعتبر ومن أمثلة ذلك لو أن الناس في بلد من البلدان أو في زمان من الأزمنة تعارفوا على إباحة الربا أو تعارفوا في هذا البلد على عدم إنكار العلاقات الجنسية المحرمة أو تعارفوا على تبرج النساء فإن هذا العرف ليس معتبرا لأنه مخالف للأدلة الشرعية وما خالف الأدلة الشرعية فإنه يكون باطلا الظابط الرابع للعرف ألا يصرح المتعاقدان بخلاف العرف فإن صرح بخلافه فإن العبرة بالتصريح لا بالعرف ولهذا يقول الفقهاء لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح وذلك لأن دلالة التصريح أقوى فهذه أربعة ضوابط مهمة جدا للعمل بالعرف وإناطة الأحكام به وقاعدة وقاعدة اعتبار العرف والعمل به في الأحكام وفي تفسير الأشياء مهمة جدا للمفتي وللقاضي للقاضي فإذا كان إنسان يفتي في بلد فلابد أن يعرف عرف هذا البلد في الأشياء وكذلك إذا كان قاضيا بينهم لابد أن يعرف عرف أهل هذا البلد لأنه ربما يحكم بخلاف ما يدل عليه العرف والشريعة علقت كثيرا من الأحكام بما يتعارف الناس عليه فلا يجوز للمفتي في بلد أو القاضي أن يفتي أو يقضي إلا إذا كان عارفا بعرف أهل البلد والعلماء يقسمون العرف إلى قسمين القسم الأول عرف عام والقسم الثاني عرف خاص والعرف العام هو الذي يكون عند جميع الناس أو جمهورهم الذي يكون عند الناس جميعا أو عند أكثرهم وحين إذن يعلق وحين إذن يلزم الحكم الجميع يلزم جميع الناس الذين يتعارفون على هذا الأمر أما العرف الخاص فهو الذي يختص بطائفة معينة كأهل صنعة معينة أو أهل بلد معين ويدخل في هذا إصطلاحات الأهل الفنون كإصطلاح الفقهاء على معنى معين أو إصطلاح الأصوليين على معنى معين أو إصطلاح النحاة على معنى معين فهذا يسمى عرفا خاصا ومنه عرف أهل بلد معين ويلزم العرف حينئذ أهل ذلك البلد لدون غيرهم من البلدان الأخرى واعتبار العرف دل عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف فأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالعرف وهو المعروف شرعا وعقلا وكذلك قوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف فعلق المعاشرة بالمعروف بالمعروف فدل ذلك على أنه معتبر وكذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فعلق أخذ المال بالعرف فدل ذلك على أنه معتبر والحاصل أن هذه القاعدة من القواعد المهمة لكن العرف كما قلنا لا يرجع في تفسيره إلا إذا لم يوجد لا يرجع في تفسير العرف للشيء إلا إذا لم يوجد له تفسير في الشرع ولهذا قال المصنف رحمه الله العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد ففهمنا من هذا أن الشارع إذا حده بحد فإنه لا يرجع إلى العرف في معرفة هذا الحد وإنما يرجع إلى الشرع فالعرف يرجع إليه في تفسير الأشياء إذا لم يرد لها تفسير في الشرع ثم لما انتهى المصنف رحمه الله من هذه القاعدة لانتقل للكلام على قاعدة أخرى وهي القاعدة العاشرة فقال القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها وهذه القاعدة متعلقة باعتبار البينات عند حصول النزاع البينات والبينات ما المراد بها البينات هي كل ما أبان الحق وهذا التعريف هذا التعريف للبينات هو الذي اختاره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم ويدخل في ذلك الشهادة وغيرها فكل ذلك يسمى بينه ولا تنحصر البينة في الشهادة بل الشهادة نوع من أنواع البينات والمدعي في قوله البينة على المدعي المدعي يقول العلماء هو الذي إذا سكت لم يطلب وأما هو الذي إذا سكت ترك وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك فيقولون المدعي هو من إذا سكت ترك يعني لم يطلب ولم يبحث عنه وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك بمعنى أنه يطلب ويبحث عنه ويطلب منه الإقرار أو الإنكار وهذه القاعدة معناها أن البينة واجبة على المدعي فإذا ادعى إنسان حقا على آخر فإنه يجب عليه أن يأتي بالبينة على ذلك وأما المدعى عليه فإن أقر بالدعوة فبها ونعمة وإن لم يقر بل أنكر ذلك فإنه توجه له اليمين فإن حلف برئ ظاهرا وإن نكل عن اليمين أي امتنع عنها فإنه يحكم عليه بالحق وهذه القاعدة يرجع لها في جميع الدعاوة فالدعاوة محتاج محتاجة لهذا الأصل ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في البيهق كما عند البيهق في السنن البينة على المدعي واليمين على المنكر فهذا صريح في أن المدعي تلزمه البينة على دعوة وأن المنكر يلزمه اليمين وذلك بأن يحلف على خلاف ما الدعي به عليه وهذا الحديث له أصل في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن البينة على المدعي ولكن القاعدة فروع كثيرة تتعلق بالدعاوى والحقوق منها لو أن شخصا ادعى أن هذه الدار له فإنه حينئذ يطالب بالبينة على ذلك فإن قام بينة عمل بها وإن لم يقم بينة فإن القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه إذا لم يقر بالدعوى فإن حلف فإنه لا يثبت للمدعي شيء وذلك لأن المدعى عليه أنكر وحلف على ذلك فيبرأ في الظاهر أما في الباطن فحسابه على الله سبحانه وتعالى ومثل ذلك لو ادعى إنسان ميراثا أو ادعى وصية أو ادعى وقفا أو ادعى عقد لأي عقد من العقود فهذه القاعدة كما قلنا قاعدة مهمة يحتاج إليها في سائر الدعاوى لعموم الحديث السابق واستثنى جمهور أهل العلم من هذه القاعدة القسامة والقسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فإذا قتل معصوم ووجد لوث يعني وجد شبهة لظاهرة فإن المدعين يحلفون خمسين يمينا وذلك لما ثبت في الصحيحين من قصة حويصة ومحيصة لابن عبد الله فيوجه خمسون يمينا للمدعين فيحلفون فهنا اليمين على المدعي ولهذا قال أكثر العلماء إن القسامة خارجة عن سنن القياس لأن القياس أن تكون اليمين على المدع عليه لكن القسامة اليمين فيها على المدعين وهذا خلاف ما عليه القياس أي خلاف ما عليه القاعدة المستمرة في الشرع لكن لابن تيمية رحمه الله وتلميذه لابن القيم يقولون بل القسامة جارية على القياس لأن القياس أن اليمين تكون على من كان جانبه أقوى سواء أكان المدع عليه أم كان المدعي فمن كان جانبه أقوى فإن فإنه تلزمه اليمين ففي غير القسامة جانب المدع عليه أقوى لأن الأصل براءة ذمته فتوجه له اليمين لتؤكد قوة هذا الأصل فيجتمع الأصل مع اليمين والقسامة جانب المدعين أقوى جانب المدعي أو المدعين أقوى وذلك لوجود اللوث وهو الشبهة الظاهرة وبناء على هذا فإنهم يرون أن القسامة جارية على القياس وليست مخالفة له لأن القياس ليس أن تكون اليمين على المدع عليه دائما وإنما القياس أن اليمين تكون على من كان جانبه أقوى سواء كان المدعي أم كان المدعى عليه وهذا القول الذي ذهب له لابن تيمية رحمه الله وتلميذه بن القيم رحمه الله لقول وجيه لأن الحكم إذا احتمل أن يكون موافقا للقياس أي موافقا للقاعدة الشرعية المعروفة في الشرع أو مخالفا لذلك فالأصل أن يكون موافقا للقاعدة المستمرة في الشرع لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالأصل في الشريعة لا الاضطراد لا الاضطراب فالأصل في الشرع أن يكون مضطردا لا أن يكون مضطربا وما استثني فإنما يستثنى بدليل ولا يلزم من استثنائه حصول الاختلاف والاضطراب في الشريعة بل هذا من محاسن الشريعة وجمالها وكمالها أنها تستثني بعض الأمور لأن هذا الاستثناء يترتب عليه لمصالح راجحة فلا يكون في هذا الاختلاف في الشريعة ولله الحمد ومن لطيف ما يذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن أنه لو كان هناك رجل شريف لجليل القدر ورأيناه يشتد يعني يجري خلف إنسان وهذا الشيخ الشريف حاسر الرأس أي كاشف الرأس والذي يجري أمامه على رأسه عمامه وفي يده عمامه فإن الحاكم يحكم بأن العمامة التي في يد الرجل الذي يشتد ويجري أمام الشيخ تكون للشيخ وذلك لوجود البينة والقرينة التي تدل على هذا فالبينة هي كل ما أبان الحق وأوضحه ومن ذلك القرائن الموجودة في هذه الصورة فكون الرجل شيخا شريفا مثله لا يكون حاسر الرأس في هذا البلد وكون الذي أمامه يشتد ويجري هاربا وكونه معه عمامتان إحداه مع رأسه والأخرى في يده هذه كلها قرائن تدل على أن العمامة للشيخ وحينئذ لا يطالب الشيخ بشاهد لأن لديه بينة ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه القاعدة لأعقد قاعدة أخرى وهي القاعدة الحادية عشرة فقال القاعدة الحادية عشرة الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر